ناقشها نائب مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان العرادة مع لجنة المفاوضات العسكرية أولويات وخطة المرحلة القادمة بظل استمرار التصعيد للميليشي الحوتية الإرهابية في كافة الجبهات واستمع اللواء العرادة من رئيس وعضاء اللجنة إلى شرح موجز عن نتائج جولات مفاوضاتها السابقة التي جرت مع الميليشي الإنقلابية بالعاصمة الأردنية عمان وذلك منتصف العام الماضي وأليات وأجندة جولات المفاوضات المرتقبة ووجه اللواء العرادة لجنة بموافاة بمكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن ومستشاره العسكري المعني بالإشراف على المفاوضات بخرقات وانتهاكات الميليشي الحوتية للاتفاقيات السابقة واستمرار ممارستها للاستفزاز واستخفافها بمساعي السلامة داعي المجتمع الدولي إلى إذانة الطرف المعيق لهذه المفاوضات والاتفاقيات السابقة بوضوح واتخاذ موقف حازم من اتجاه المعرقل لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتواصل لاتفاق سلام شامل وعادل في اليمن اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر